بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد فقط سبع مرات أمر ريدك على مكاني وموضع وجعك في بدنك تشفى بإذن الله عز وجل عاجلا غير آجل وهذه من مجربات علمائنا الأعلام عن طريق الإمام الصادق عليه السلام رجاء نستمع رجاء نستمعي روى السيد بن طاوس رحمة الله عليه قال إن كانت بك علة فاصنع ما رواه أحمد ابن محمد بن علي الكوفي عن الإمام الصادق عليه السلام قال دعاء يدعى به بعد كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك امسح يدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء ومر يدك على موضع وجعك سبع مرات ماذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا تطلب ما شئت وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا أطلب ما شئت وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا لديك ثلاث حاجات مقضية ببركة الإمام الصادق عليه السلام افعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا ثلاث حاجات الله سبحانه وتعالى يقضيها لك ببركة دعاء الإمام الصادق عليه السلام أرجع وأقرأ الدعاء تنتهي أنت من صلاتك تأخذ يدك تمسح موضع سجودك ثم بعد ذلك تمرر يدك على موضع الوجع في جسمك أين هو في القدم في الركبة في البطن في الرأس إلى غير ذلك سبع مرات فقط أثناء السبع مرات تمسح المكان تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا يقول أحمد بن محمد بن علي الكوفي وغيره يقول هذه من مجربات علمائنا الأعلام ولطالما قد جربنا ذلك فكان الشفاء عاجلا غير آجل برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام